ينضموا إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء سرحان وكيل كلية البيئة بجامعة عين شمس براحب بك يا دكتور أنا بثاني حتى الآن كيف ترى مخرجات قمة المناخ في شرم الشيخ؟ حتى الآن حضرتك وطبعا لم تنتهي قمة شرم الشيخ ولكن كان هناك مذاكرات تفاهم كان هناك حديث عن التعهد بالكثير من الالتزامات تحوى الدول الفقيرة مصبوط حديثك طبعا مؤشرات أولية إيجابية للصرية خاصة فيما يتعلق بسبب الكامل توقيع فيه على عدد من الروتوكولات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومع أيضا ألمانيا ومع طبعا الناس الساحدة فهناك العديد من المبادرة ومع الدولة الامارات العربية للتاحة للصريقة فكان كثير من المبادرات الخاصة بمصر وأيضا الخاصة بأفريقيا لأنه طبعا دور بصر دور محوري ونموذج احتزا به وبالتالي كما ستكون به الدولة المصرية الآن سيكون له إنعكاس طبعا إيجابي على ما سيجري في القرى الأفريقية في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله وجوزة منها هي رفع قدراس الإخوان في قرى الأفريقية طبعا خلال هذه القمة جلسات متعلقة طبعا بدور الشباب والتكنولوجيا وأفكارهم وإبداعاتهم في الحد من هذه التغيرات والتقى الخضراء الهايدروجين الأقدر الحياد الكربوني النهاردة كان في حديث عن أهمية التنوع البايوروجي كل هذه النقاشات والحوارات أهميتها إيه؟ لأنه كمان يمكن كان فيه جلسات لأول مرة تناقش في هذه القمة طيب هو بالحقيقة فنم لو داخل بس الأول الشق الخاص بمصر علشان قاتل نحط بس لبعض النقاط يعني كده أبوء الشق أولا يا فنم هي مصر علشان قاتل إحنا بلاءنا خطوات جادة منذ يعني بضعة سنوات في موضوع التحول إلى الاقتصاد الأخضر فكانت أهم معالمة هي الثقات الجديدة ومتكتدة وهي مشروع العملاق ليه العايدين الأخضر فهو يعني جزء من التحول مصر فعلا إلى الطاقة الجديدة ومتكتدة ثم تبع ذلك طاقة البروتوكول لطاقة الرياح وعندنا المزارع الشمسية وعرفنا أيضا اليوم أن فيه بروتوكول آخر عشان خاطر توسعة مزارع بمبان للطاقة الشمسية في أصوات فعرفنا أن هذا الموضوع موجود بالنسبة لي أن مصر حتسرع أيضا أن هناك حديد الطاقة قوة الطاقة المركبة الكهربائية للمصر 10 جيجا وات وحيفر 5 جيجا وات من الغاز الطبيعي فدي حتسرع بخول مصر إلى تحقيق مصر 42% من الطاقة الجديدة ومتكتدة بحلول عام 2030 بدلا من 2035 فالحمد لله مصر الرياح تسرع من جدول الزمني لتحقيق يعني تسبب أكبر وأعلى من الطاقة الجديدة ومتكتدة كل ده يا فندم معناها أيضا أن طبعا أن وجود قمة المناخ على أرض مصر كان له طبعا يعني قوة دافعة نحن نزود فيه الشغل ولكن الحقيقة إحنا ابتدينا وما يحدث الآن هو يعني الانطلاقة كانت الحقيقة منذ بضعة سنوات ولكن جاء من طبر المناخ المتوج ما بدأناه وليزيد ذلك تبعا وأن الدول الأجنبية المتقدمة عن طريق التعاون الدولي وفي إطار التعاون الدولي بيننا وبين الدول الأخرى المتقدمة لما تابعوا هذه الخطوات الجادة قدروا أن هم يساعدون لأن هم ما بيساعدوه خير لم نبقوا أن هناك دولة لها إرادة وإرادة سياسية قوية فبيجي يساعدوا وقولك إحنا حنفعاته وده حيكون نموذة فعلا ينفع أن الدول الثانية الأفريقية تحتزي به أن إطار التعاون الدولي جدا ولكن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة وبالتالي إحنا بدأنا فعلا وأعتقد أن دي حيث متفضل في جميع هذه المبادرات هي مبادرات مصرية 100% وعلى الرغم أن يمكن مصر كمان ودول الأفريقية المساهمة في هذه الإنبعاثات أصلا نسبة لا تذكر مقارنة بالدول الأخرى الصناعية التي تساهم بشكل كبير جدا في هذه الإنبعاثات حضرتك فتحتي فإن الموضوع المهم اللي هو مساهمة أو مسؤولية تاريخية للدول المتقدمة منذ الثورة الصناعية عن قضية التغيرات المناقية في حين أن قارس أفريقيا 54 جولة مساهمتها في هذه القضية هي أقل من 3% الحقيقة من مساهمتها في النبعاتات الكربوية ولكن الأضرار التي تساهمت المحتملة أضرار بالغة وللأسف اشتديت أن نصف الدول الأكثر هشاشة والتي ستتعرض بإطابات وخسائر بالغة لثبت فتحتيات المناخية نصف هذه الدول في العالم كلها موجودة في قارس أفريقيا عشان كده حدثك إحنا نقول إيه إن مصر الحمد لله قصة أو أجندة أو ملف العدالة المناخية بنفتحه لأول مرة بشكل رسمي في أجندة قمنة المناخ في شرم الشيخ ودي مهمة جدا إن حدثك لما يكون في ضغط من الدول النامية في موضوع الخسارة والضرر والتعويضات دي بتخلي الدول المتقدمة تبتدي عايزة تسرع عجلة التخفيض وعجلة إن احنا نصل بهذا الكوكب إلى بر الأمان بسرعة حتى لا تتفاقم هذه الأزمة بالمناسبة يا دكتور على تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة خفض انبعاثات القربون لتصل إلى حوالي 27% بحلول عام 20-30 مقارنة بـ 55% الحالية دي طبعا من ضمن التعهدات مظهوط يا فندم والجي عشرين اللي هي الدول الاصطناعية الكبرى العشرين برضو نزل البيان بهذا من هي حتخفض لإنبعاثات وإن كانت لم تفع مثل الاتحاد الأوروبي إن هي حطت أرقام ولكن قالوا إنهم حيصرعوا فعلا زي ما سيادتك قلت بالضبط ودي طبعا كلها ليه بأن الزخم اللي موجود والدفع القوية اللي موجودة وما حدث في الشهور القليلة الماضية من تدعيات خطيرة في سواء في أوروبا أو في فاكستان وبانجلاديش خلت أن هناك الدول المتقدمة يعني عايزة تقول إيه مشكلة أنا لو ما سرعت في هذا الموضوع حلاقي أن الدول النامية حصل عندها مشكلات خطيرة جدا هتعمل لي هجرة مناخية إلى الشمال وأنا مش يعني لا أتحمل بهذا وحتطر أن أنا أطفع تعويضات كبيرة للدول النامية وأنا مش حايدة أطفع التعويضات وأنا في نفس الوقت كمان مش عايزة أن يكون لما يحصل أضرار حتى لو ما دفعتش تعويضات ولكن موضوع المساعدات الإنسانية هتروح للدول النامية طب أنا في غنى عن كل هذا وممكن جدا أننا لو سرعنا موضوع خط الإنبعاثات بسرعة ونحاول أن نصلح ما أفتدناه من قبل قد يكون هي دي الحافظ والدافع الأساسي يعني من وراء وذي ما تقولون كده يعني حضرتك مستطر بشكل مستطر ضمي أنهم من مصلحتهم أنهم يحلوا هذا الموضوع عشان الدول النامية على حفة خسائر وضرر بالغ هي اللي حتى تحمل المسؤولية الدول المتقدمة فتقولك أنا في غنى عن هذا خلينا نحل الموضوع دلوقتي إحنا كمان كان فيه الحديث عن خطة الدرع العالمي اللي هيوفر التمويل والتأمين للبلدان اللي هي الفقيرة المتضررة بشكل كبير جدا من هذه الإنبعاثات دي كانت كمان من ضمن التعاهدات أطلقوا عليها الدرع العالمي للدول الفقيرة والمتضررة اللي بتعاني من هذه الإنبعاثات الحقيقة حضرتك هي زي ما عاشت قطرت هي الفكرة كان بسيطة جدا أن هذه الدول التي تعاني من الآن من تدعيات التدعيات المناخية وستعاني أكثر في المستقبل هي أكثر دول فيها عندها مديونية وعندها نسبة تقرأ ما حدث أن احنا اقترحنا عليهم في المجتمع الدولي الغني التقدم أن يتم إلغاء بعضا من هذه بيونة متحق لهم على الدول النامية ومتخش فيه صندوق هذا الصندوق يكون جزء منه للتعويضات والجزء الآخر ليه تحديد القطاع الخاص بالدخول في الاستثمارات الخاصة لمشروعات التغيرات المناخية والجزء الأخير الثالث يخش علشان ضمان مخاطر الاستثمار عشان يتم من القطاع القص بشراكة بينه بين المقطاع القص والمال العام وبضمان المؤسسات المالية العالمية ده كان حقيقة حضرتك المخترح اللي كتير مننا تقدمنا به وأعتقد أنهما بيحاولوا حاليا أنه اتكار بيعملوا حاجة اسمها أدوات مالية مفتكرة عشان خاطر يفكروا خارج الصندوق ويطعوا بأليات جديدة حتى نفرز من المعضلة دي حقيقة احنا في معضلة صحيح سرحان وكيل كلية البيئة بجامعة عين شمس بشكر حضرتك